صلى الله وزادثنا عليك يا رسول الله يا من بهدى أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله بسم الله الرحمن الرحيم وذكرت لكم بأني وجدت والله أعلم أن الإمام النووي قد بلغ هذه المنزلة والشأوى في السمعة الحسنة والعلم النافع والعمل الصالح بسبب أمور ثلاثة والمتوقع من كل واحد فينا من الإخوة والأخوات السامعين والسامعات أن يجتهد أن يعمل ما عمل النووي ليكون نووي زمانه وليكون ممن يسعى في هذا الدرب فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحه وجدت في الإمام النووي ثلاثة أمور أولها الجد في التعلم والتعليم والثاني التحري في أكل الحلال والثالث كثرة العبادة والأذكر أولا الجد في التعلم والتعليم مر أن الإمام النووي حفظ القرآن الكريم وقد ناهز الحلم وحفظ بعده كتاب التنبيه وهو كتاب جليل في الفقه الشافعي في قريبا من ثلاثمائة صحيفة وحفظ في النحو مقدمة الجرجاني وغيرها كان يقرأ كل يوم اثني عشر درسا على الشيوخ لا ها هنا نقطة مهمة أيها الإخوة إذا أردت أن تصير طبيبا فعليك أن تصاحب شيوخ الطب إذا أردت أن تصير نجارا فعليك أن تصاحب شيوخ النجارة إذا أردت أن تصير حدادا فعليك أن تصاحب وتجالس شيوخ الحدادة وإذا أردت أن تكون من أهل الصلاح من أهل التقوى من أهل العلم النافع والعمل الصالح فعليك أن تجالس شيوخ الصلاح والتقوى والعلم النافع والعمل الصالح أما تريد أن تجالس أهل الجهل لا سمح الله وأهل الله وأهل اللعب وهل إضاعة الأوقات وتقول والله أنا أريد أن أصير من العلماء كيف ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس بدك تصير من أهل الصلاح جالس أهل الصلاح الإمام النووي كل يوم كل يوم كل يوم 12 درس عند 12 شيخ هدون إذا كل درس ساعة هدون 12 ساعة وإذا كل درس نص ساعة هو أقل أقل شيء أفاد أنه جالس هؤلاء الصالحين كل يوم كل يوم كل يوم 12 ساعة 10 ساعات من ساعة؟ طبعاً وعندما تجالس أهل الصلاح يؤثرون فيك تجالس أهل العلم يؤثرون فيك دير بالك تجالس الأضضاد مرات واحد يقول أنا ما حدا بيقدر يؤثر فيني يا أخي ألست بشراً من البشر؟ الإنسان يألف ويؤلف الإنسان يؤثر ويتأثر إذا جالس أهل الضلال لا يقول أحدنا أنا صحب جالس لأهل الضلال بس أنا ما حدا بيقدر يؤثر عليه مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير الجليس الصالح مثل حامل المسك حامل المسك إما أن يحذيك يعني يهديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تشم منه رائحة حسناً فوت على محل عطور بالله وقف خمس دقائق لا تشتري بالله عليكم غداً جربوا أو بعد غداً تخل على محل عطور بس شوف أنه هذا شو اسمه هذا شو اسمه ولا تدق إيدك بنوب ولا تشتري شيئاً واطلع من محل العطور بعد خمس دقائق الله يشمل لتيابك شو بتطلع ريحتهم مع أنك ما اشتريت ولا لمست لكن جو العطور سيؤثر بك بالعكس إركاب بسرفيس بالشتاء مسكري هالشبابيك وفيهم ثلاثة عم بيدخنهم وإنت لا تلمسوا لهدون الثلاثة ولا شيء أبداً بس تجليس بهالسرفيس بس تنزل من السرفيس شو بيطلع برائحة ثيابك هكذا الجليس الصالح وهكذا جليس السوء جليس السوء إذا جالسه لابد لابد نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك لا سمح الله تطلع على شيء شرارة من عنده تحرقك وإما أن تشم منه رائحة نتنة قال شيء بتتدايق من الرائحة فيا أيها الإخوة الإمام النووي قال كان يقرأ كل يوم من 12 درساً على الشيوخ لعل بعض الإخوة أو الأخوات يقول 12 درس يا أخي كل يوم اكتار 12 درس طيب ماشي الحال أنا أريد أن أسألكم اللي بيداوم بالمحل تبعه من الساعة 8 الصبح للساعة 8 كم ساعة هدون لأن نحن نقول له أكتار أكتار خليه النص فيأتي من يقول شو أكتار والله الواحد بيالأيام يا أخي لازم يشتغل والله لازم يشتغل أكتار من هيك كمان طيب لماذا العمل وهذا شيء حسن يعني العمل شيء حسن بس ليش العمل 12 ساعة معليش والعلم 12 ساعة كثير 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 يعني كمان لماذا نرضى أن يسافر ابن من أبنائنا إلى بلد بعيد أو قريب أنه بابا روح يشتغل الله يرضى عليك أسس حالك يا أبي جمع لك شوية مصاري يا أبي هلأ وقتك ونرضى أن يغادرنا سنوات مو 12 ساعة ممكن 12 سنة أنه أخي الله يرضى عليك بدأ يأسس حاله طيب وإذا ناله تعال تعال سافر لك 12 سنة لتطلب العلم هلأ 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 الله كلا في الواحد هيك لا بأس أن نعمل ومطلوب أن نعمل ونجتهد في العمل بس كمان يا أخوان والله يمطلوب أن نجتهد في تعلم أمور ديننا أما مسلم جاهد بأمور دينه ما بيعرف ما بدنا منك 12 درس باليوم بس احضر درسا في اليوم يا أخي درس درس كل يوم هكذا هذه سيرة أهل هذا البلد هذه سيرة تجار سيرة تجارنا وصناعنا ورجالنا وكبارنا كل يوم يا أخي ينتهي عمله العصر بيرجع إلى بيته من العصر إلى المغرب بين المغرب والعشاء يكونوا في المسجد بين صلاة ومجلس يعمل قديش حلوة يا سيدي إذا مو كل يوم بالدرس حضار بس بالاسبوع يوم أي يوم لا إذا مو يوم أي يوم لا يا أخي درسين بالاسبوع إذا مو درسين بالاسبوع يا أخي درس بالاسبوع درس بس خلص درس أنت ما بدك تصير مثل الإمام النووي ما بده يصير إليك ذكر في الأرض وفي السماء هيك ببلاش الإمام النووي ما كان قاعد أفل ألعاب عم يلعب هيك أم صار له اسم في الأرض وفي السماء الإمام النووي ما كان جالس وراء الشاشات يضيع الساعات وبعدين بيقول لك أخي أنا بدي يسير الإمام النووي ما كان عنده أرقيلة سامحني بيعود فيه على قارعة الطريق كل يوم أربع خمس ساعات أم صار الإمام النووي نوويا بدك يصر لك رتبة في الدنيا والآخرة نعم بدك جد في التعلم والتعليم يا أخوان كلكم كبارا وصغارا الصحابة عفوا يعني الصحابة شو كانوا معهم كلية شريعة سيدنا أبو بكر كان معه دبلوم بالشريعة ماجستير بالشريعة سيدنا عمر كان معه دكتورة بالشريعة أبو بكر تاجر وعمر كان عنده دلال جمال وعثمان تاجر وسيدنا علي كان يعمل بالمياومة وعمر بن العاص كان لحام وهكذا الصحابة كل واحد له شغلة بس يا أخي كانوا كل يوم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا هذا الدين وهذا الدين هو الذي رفعهم وهلأ أنت يا أخوان يا شباب تعلم دينك أنت مسؤول عن دينك يا علي دينك دينك هو أغلى من لحمك ودمك معقول يا أخوان شاب عمره عشرين سنة ما بيعرف في قراء صفحة قرآن عن حاضر عن حاضر والله مؤلمة موجعة للقلب أنت مسلم أنت من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم روح يا أخي تعالي التحق في عنا دورات قرآن كريم لتعليم القرآن عن حاضر هلأ أنت جاهل بعد سنة بتصير عالم بس دك تجي جاء أخ لما عملنا له تحديد مستوى أخد صفر عمره ستين سنة مدري خمسة وستين سنة ناله عم قراءة تفضل قراءة صفحة في تحديد مستوى مشان نحدد شو مستواهد قرأ قام أخد صفر خمسة وستين سنة يا أخوان عم يقرأ القرآن صفر ولا شي صح عم يقرأ بس برابه عليه قال أنا طيب علموني أنا صفر بس دي تعلم تعلم بعد سنة ونصف صار أستاذ معنا هلأ هلأ الآن يدرس معنا القرآن الكريم بس هاد مو هو قاعد ببيته عم يتفرج على الأقنية الفضائية هاد لابد أن يلحق بالشيخ أن يلحق بالمعلم أن يلحق بمجالس العلم أن يلحق بالمسجد بعد سنة سنة ونصف صار مليح عن حاضر أخ آخر مدرس في الجامعة كمان لما قرأ القرآن الكريم عنده مشكلة في قراءة القرآن الكريم التحق بالدورة بعد دورة واحدة خلال ثلاث شهر قال أستاذ أنا قررت أن أجعل حياتي كلها محورها القرآن الكريم والله في شيء كبير طبعا يا أخوان هذا كلام ربنا سيدنا عثمان بن عفان كان إذا قرأ القرآن الكريم يقبله يقول كلام ربي كلام ربي اللهم يحاكيني مو جريدة ولا مجلة ولا رسالة من أخوك ولا كلام شيخ كلام رب العالمين طيب معقول مسلم ما في قرآن وصفر ما شيء بإلا الله يخفرنا كيف كيف الله شو معنات الله يخفرنا شو معنات الله يخفرنا يعني أنا سأبدل من أجل أن يبدل الله سيئاتي حسنا بس أنا ما بدي يبدل بدي يضلي بالجهل تبعي ما بعرف القرآن معقول مسلم يا أخوان ما بيعرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بعمره أراله ألف حديث نحن الآن في رياض الصالحين سيمر معنا إن شاء الله خلال هذه الدروس سنقرأ شيء ألفين حديث ونشرح هذه الأحاديث الألفين بس أنت حضر لك مجلس تقرأ لك في شيء ألف حديث ألفين حديث لتألاف حديث مسلم ما قرأ سيرة نبيه على الإطلاق على الإطلاق ولا بيعرف شو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا إجاء واحد غير مسلم قال له أخي أنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم احكي لي احكي لي شوي عن نبيك تفضل هلأ ما فيه شيء أنتو يا شباب هات لنا شوف حكي لنا شوي عن نبيك بالله تفضل هنسكت عشر دقائق أنت بدك تحكي قال والله ما عليش ما تآخذني أنا ما كثير بعرف يعني تعرف أنا عندي شغل والتزامات والله والله بدي أطلع جيب خبز كمان بعتولكم رسالة الموزوت بعتولك هلأ أنت هيك هيك هلأ مسلم ما بتعرف سيرة نبيك واحد عن بيقول لك يا أخي حكي لنا شوي رأي لعشر جمال كان يقول لنبيك قال والله ما بعرف رح سأل الشيخ ليش هذا النبي بس للمشايخ لما لأي لك كمان لذلك الإمام النووي يا أخوان قال كان يقرأ كل يوم اثني عشرة درسا على الشيوخ لا ماشي الإمام النووي متفرغ للعلم منيح أنت في بيننا من هو متفرغ فليكونك الإمام النووي في بيننا من ليس متفرغان بس أقل شي حضر لك درسين بالأسبوع مجلسين حضر ثلاثة إذا بتقدر فيه كل يوم عند المغرب شو عليه لو كنت متعبان قال أنا تعبان والله تعبان كل هاتنا تعبانين برب بالله ما لكن تعبانين لأنتم كل كون اللي يعدينهم كلنا عندنا أعمال كلنا عندنا التزامات كلنا عندنا لو ما كنا هنا عندنا مكان آخر نعمل به بس خلاص يا أخي شو عليه إذا بدك تستنى لترتاح إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء وكنت تسر بزهر الربيع فتحصيلك للعلم قل لي متى إذا كان يؤذيك حر المصيف بالصف والله أنا ما بقدر الشوب شوب والله ما بطي أنا الشوب والله وكيلة والله حبطلع من جلدي إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف كمان بالخريف يا أخي بحس كآبي أنا وراء أصفر وعم بيهر والله مو أخر يجي على الجوامع بالخريف إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء وبالشتاء كمان بسقع بردان قالوا أنتم ممشغلين مكيفات بالجوامع هذا صخانات وسلرات معلش ما بقدر طيب وكنت تسر بزهر الربيع وبالربيع بده يطلع سيرين كمان ما بقدر يجي لا صيف ولا خريف ولا ربيع ولا شتي فتحصيلك للعلم قل لي متى إيه ما بدك تحصين إذا بدك تسن حالك لا ترتاح ما حترتاح هذه الدنيا كلها تعب لقد خلقنا الإنسان في كبد إذا عم تسن للسريح ما في راحة لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربي كان يقرأ كل يوم اثني عشر درسا على الشيوخ ما بين شرح وتصحيح درسين في الوسيط وثالثا في المهذب ودرسا في الجمع بين الصحيحين وخامسا في صحيح مسلم ودرسا في اللمع لابن جني في النحو ودرسا في إصلاح المنطق لابن السكيت في اللغة ودرسا في التصريف ودرسا في أصول الفقه ودرسا في أسماء الرجال ودرسا في أصول الدين ما شاء الله وكلنا علوم تخصصية كل يوم كل يوم كل يوم يحضر هذه الدروس قال النووي وخطر لي لاشتغال بعلم الطب كمان فوق هدون قال والله بدي كمان أنا أدرس الطب فاشتريت القانون هذا كتاب القانون لابن سينا في الطب وعزمت على الاشتغال فيه لكني عدت لما كنت عليه أولا قال الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء ضرب به المثل في إكبابه على طلب العلم ليلا ونهارا وهجره النوم إلا عن غلبه وضبط أوقاته بلزوم الدرس أو الكتابة أو المطالعة أو التردد على الشيوخ إن شاء الله موهوب هو الإمام النوي والسنفر موهبته في هذا الاتجاه أنتو يا شباب إذا واحد بيناتكن متفرغ إذا واحد قال والله هلالشهر ما عندنا شغل طيب شو هتعمل هالشهر ما عندك شغل إيجعل العلم شغلك قبل أشهر في المسجد ساوينا دورة قرآن مكثفة من 8 صبح إلى 8 مساء بيجي الطالب 12 ساعة والله منيح هلأ إذا واحد ما عنده شغل شو عليه إجعل القرآن شغلك تع على هالجامع من 8 إلى 8 قال بتعب طبعا بتتعب ليش مثل الشغل العادي بس هلأ بعد شهر ونصف من 8 إلى 8 أول ما بدأنا إجو 7 جاء 70 طالبا بعد يومين صفيوا 35 شافوا الشغلة جد بعد 4 أو 5 أيام صفيوا 25 لنهاية هذه الدورة بعد شهر ونصف صفيوا 18 منيح بس هالتمنطعش منهم من حفظ ثلثة القرآن الكريم والله منيح 200 صحيفة شو رأيك إذا اللي عندك شهر فاضي بجوز أنت تحفظ القرآن الكريم كاملا نصفه يعني إذا كنت فارغا الله عز وجل قال فإذا فرغت شو فانصاب شو معنات فانصاب شو معنات فانصاب شو فتعب يعني فتعب فتعب النصاب هو التعب بشو بدي اتعب يا رب وإلى ربك فارغب يعني اتعب في الإقبال على الله عز وجل ضرب به المثل في إكبابه على طلب العلم ليلا ونهارا وهجره النوم إلا عن غلبه وضبط أوقاته بلزوم الدروس أو الكتابة أو المطالعة أو التردد إلى الشيوخ هذا عن تعلمه نحن إلا الإمام النووي ليس صار نوويا لأنه في جد في التعلم والتعليم أما مو هيك يعني يأخذ الأمور بكسل يقول الشاعر قف دون رأيك في الحياة مجاهدا إن الحياة عقيدة وجهاد يا يحيى خذ الكتابة شو بقوة هذا عن تعلمه أما تعليمه العلم فقد أمضى الشيخ حياته بعد سن الثلاثين يفيد طلاب العلم وقاصديه تدريسا وتأليفا حتى عما النفع بعلمه وتصانيفه وانتشر في الأقطار ذكرها مين بيناتكم سمعان بكتاب الأذكار للإمام النووي كلكم سمعان يلي دار الشريعة ويلي مو دار الشريعة ويلي متخصص ويلي غير متخصص أهل الشام كان يقولوا بيع الدار واشتري الأذكار يعني إذا بتبيع بيتك تشتري كتاب الأذكار أنت كسبه هو كتاب الأذكار مو أدحق بيتك يعني يخليك ببيتك بس قديش قيمة هالكتاب مين بيناتكم سمعان بكتاب رياض الصالحين كلكم مين بيناتكم سمعان بالأربعين النووية كلكم شايف شلون مو بس أنتم منتشر كتبه في العالم الآن نحن سنعقد أظن سنستمر سنتين ثلاثة أربعا ودرس كتاب رياض الصالحين الله أعلم يا لطيف فيك تخيل الحسنات اللي حتنزل على قبر الإمام النووي مو بس نحن مثل هذه المجالس منتشرة في هذه الأرض سبحان الله كتب الله له القبول في التعليم سواء تعليم هكذا مجالس هبم أو من خلال كتبه حتى عما النفع بعلمه وتصانيفه وانتشر في الأخطار ذكرها وأكب الناس على تحصيلها ولعل بيتا من بيوت المسلمين منذ وفاته وإلى اليوم لا يخلو من كتاب من كتب الإمام النووي وألف كتاب المجموع في الفقه ومات عنه ولم يتمه قال عنه العلماء لو كم لا لم يكن له نظير في بابه وله شرح لصحيح مسلم وشرح لصحيح البخاري أيضا لم يتم وله التبيان في آداب حملة القرآن وغيرها كثير في الفقه والحديث واللغة والتراجم زادت على الخمسين أكثر من خمسين كتاب ألف كتب الله لكتبه القبول فكان الطلاب وغيرهم يحفظونها في مدارسهم ومساجدهم وحلقات العلم والتربية فقد حفظ كتابه المنهاج خلائق وكذا يحفظ رياض الصالحين اليوم خلائق نحن عندنا هنا في وزارة الأوقاف وفي المساجد عندنا حفظ لرياض الصالحين وإلى نحن يا أخوان سنشرح رياض الصالحين ما رأيكم أنتم الجالسون صير تحضر الدرس وتحفظ إذا كل جلسة أحد رينا لنا أربع أحاديث شرحت لكم ياهون وأنت حفظهم كل أسبوع أربع أحاديث أربع أحاديث أربع أحاديث بعدين لعلك تجد الله يفتح لك جيب كتاب رياض الصالحين أكيد ببيوتكم عندكم نسخة ممكن تنزلوا على الجوال وكذا وتقرأ معنا فيه فاركي الله بيفتح لك كل ما حفظ خمسين نأخذك لتعمل امتحان بعد فترة وتكون حفظ رياض الصالحين قديش حلو هيك أنت وقعد مع أهلك بصير تحكي بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنت وقعد بشغلك فيه إلك رفيئك صار موقف بتقله حديث النبي صلى الله عليه وسلم بصير فيه عندك مخزون أما هلأ إذا لم يكن لديه مخزون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بده يحكي بيقول لك والله قال قال المهرج الفلاني كذا وكذا بس بحافظ نكات يعني هو قديش حلوة تحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واليوم على كل يحفظوا كتاب رياض الصالحين خلائق وحدث عن حدد الحافظين والدارسين للأربعين النووية ما شئت فلست بمبالغ الآن هون سأختم هذا الدرس وللحديث تتم عن الإمام النووي وعن رياض الصالحين في اللقاء القادم إن شاء الله كتب الإمام النووي بخطه يقول بالله اللي عم يكتب يكتب هذين البيتين والإمام يكتب جيب ورقة وقلم احضر الدروس سمعون جيب ورقة ولم اكتب شيئا من الفوائد لأن العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة لازم إذا سمعت شيء جميل اكتبوه احفظوه اكتبوه على جوالك يا أخي كتب الإمام النووي بخطه يقول أموت ويبقى كل ما قد كتبته أموت ويبقى كل ما قد كتبته فياليت من يقرأ كتابي دعالية أموت ويبقى كل ما قد كتبته فياليت من يقرأ كتابي دعالية لعل إلهي أن يمن بلطفه ويرحم تقصيري وسوء فعالية أموت ويبقى كل ما قد كتبته فياليت من يقرأ كتابي دعالية لعل إلهي أن يمن بلطفه ويرحم تقصيري وسوء فعالية الله يرحم الإمام النووي ويغفر للإمام النووي ويعلو مقام الإمام النووي ويرفعه عنده شايف ما هو قال دعولي أموت ويبقى كل ما قد كتبته فياليت من يقرأ كتابي دعالية لعل إلهي أن يمن بلطفه ويرحم تقصيري وسوء فعالي هلأ هون في فائدة يا أخوان ديروا بالكم شو عم تكتبوا على صفحات الفيسبوك بكرة أنت بتموت بس هذا بقي دير بالك شو عم تكتب برسالة الاسم اس بكرة أنه إياك من موت بس هذا يبقى دير بالك شو عم تكتب على الواتس اكتب شيئا إذا عرض على رب العالمين تسر به اكتب شيئا إذا قرأه وقارئ يدعو لك لا لا سمح الله يقول شو يحكي له شيء كلمة غير مناسبة لأن هذا الذي خططه سيبقى قال العلماء سمع من الإمام النووي خلق من العلماء والحفاظي والصدور والرؤساء وتخرج به خلق كثير من الآفاق وسار علمه وفتواه في البلدان أو وفتواه في البلدان هذا أول وصف الإمام النووي لماذا صار النووي نوويا بسبب أمور ثلاثة أولها الجد في التعلم والتعليم والثاني التحري في أكل الحلال والثالث كثرة العبادة والأذكار اليوم حكيت لكم عن الجد في التعلم والتعليم وإن شاء الله في اللقاء القادم نتابع حديثا عن باقي الأمور الثلاثة ثم عن تعريف برياض الصالحين الكتاب مجملا لندخل لاحقا فيه نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة